السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ميسيز حنان الشريف يا ريت نعمل لايك واشتراك في القناة للناس اللي هي اول مرة تشاهد القناة في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن يونت ون لمنهج الصف الرابع الابتدائي التيرم الاول نبدأ كده مع بعض طبعا زي ما متعودين بناخد الكلمات يا ولاد المهمة في الدرس بتاعنا وبعد كده بعمل بشوف لو في قواعد بنشرحها بشكل بسيط وبنحاول نبسط المعلومة وان شاء الله هتمنى ان انتوا تستفادوا من الشرح من الشرح بتاعنا هنشوف هنا عندي الكلمات الوحدة الاولى الدرس الاول هنشوف الكلمات بتاعتنا water melon water melon water melon الهي بطيخة sugar cane sugar cane قصب السكر rice rice الهو القرس potatoes potatoes الهي البطاطس onions او onions كابساوينت onion onions الهو بصم tomatoes tomatoes الهي الطماطم bananas 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 موز chicken chicken فراخ grapes grapes الهو العنب mangoes mangoes الهي المانجة milk milk lemon vegetables vegetables الهي خضروات Egyptian food Egyptian food الهو الطعام المصري farmer farmer فلاح country 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 بلد delicious delicious لذيذ ready ready جاهز او مستعد special special اللي هو ايه خاص او مميز عندي الوجبات يا ولات meals اللي هي الوجبات breakfast الافطار lunch الغدا dinner العشا وعندي كلمة سناك اللي هي وجبة خفيفة تحا نشوف هنا بيقول لي اه conjugation 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 of verbs عندي raise تصريفات الافعال عندي raise اللي هو يوربي الماضي منها raised produce اللي هو ينتج produce ده هضف لها دي look locked ينظر make دي افعال irregular regular make made feed fed get build built grow grew keep kept يس عندي important expressions and prepositions عندي تعبيرات بحروف الجر تعال نشوف made some special food for اللي هو عدة بعض الطعام المميز لي look delicious اللي هو يبدو لزيزا grow rice اللي هو يزرع أرز yum لزيز raise chicken يورب الفراخ let's eat هيا نأكل او هيا بنا نأكل that's right هذا صحيح grow healthier اللي هو ينمو اكثر صحة think about يفكر فيه وهنا بعض exercises عشان ما طولش بس في الفيديو هنحلها على الكلمات الموجودة عندي في الدرس تعال نشوف هنا يولاد جايب لي ماجد and his mom ماجد وممتو are talking about Egyptian food ماجد وممتو بتكلموا عن الغذاء المصري المصري lunch is ready i made some special food for us mom it looks delicious which food comes from our country do you think i think we grow rice in Egypt yes that's right what else i think we raise chickens in Egypt yes and tomatoes and onions Egyptian farmers produce produce many things you see on this table let's eat which means what is what is how did the food the food that's good i did i did i did i did the food which means that food it tastes good طعمه لذيذ في اعتقادك اي طعام يكون ايه يأتي من بلدنا رد عليها ماجد قالها اعتقد ان احنا نزرع الارز في مصر قالت له نعم هذا صحيح وماذا ايضا قالها احنا بنربي الدجاج الفراخ يعني نعم والطعام والطماطم والبصل برضو بينتجوا الفلاحين بينتجوا لنا الحاجات دي الطماطم وبصل والكثير من اشياء التي نراها على هذه المائدة يس بيقولي انا جبت ترى ايه ما هو الطعام الذي ننتجه في مصر هنا يا ولاد عندي المفرد والجم في حاجات يا ولاد انا بضيف لها اس الجمع بيديني اه بضيف للاسم اس يديني الجمع منها هنا عندي وان اونيون تو اونيونز وان بانانا تو باناناز وان بوتيتو تو بوتيتوز وان توميتو تو توميتوز يس ولو قلت برضو توميتوز توميتو اللي هي واحدة بس لو عايز اجمعها اضف لها اس من غير ما اقول اي حاجة طب واحد يقول يا مصي هنا تو يعني اتنين هنا في الانجليز يا ولاد ما عندناش حاجة اسمها مسنة زي العربي عندي المفرد والجمع بس ما عنديش حاجة اسمها مسنة ده اهم حاجة عندي في الحاجات الموجودة الكلمات والموجودة في لسن وان تعال نشوف لسن تو لسن تو بيتكلم عن اللي هو الجهاز الهضمي تعال نشوف تكوين الجهاز الهضمي قال لي السفاجس السفاجس اللي هو المريء ماوث الفم السطاميك السطاميك اللي هي المعدة اللارج انتستن اللارج انتستن اللي هي الامعاء الغليزة سمول انتستن سمول انتستن اللي هي الامعاء الدقيقة جايب لي كلمات طبعا كلنا يا ولاد عارفين ان احنا عملية الهضم بالتم ازاي اول حاجة ولاد بناكل الطعام بنكله عن طريق الفم بنمضغه باسنننا بعد كده بنسويه بنبلعه عن طريق السفاجس المريء بعد كده بيوصل المعدة بعد ما بيوصل المعدة ولاد طبعا بتعمل اللي هو عصارة العصارة الموجودة في المعدة بتسهلت هضم الطعام عندي بعد كده الامعاء الدقيقة طبعا بيتحول الطعام لصورة ابسط وبعد كده بتوزع طبعا ينتقل الغزاء عن طريق الدم اللي سائر اعضاء الجسم بعد كده الفضلات بتيجي فيه اللي هو ايه الامعاء الغليزة ومنها على ايه بعد كده ايه على عملية الاخراج يس تعاني شوف هنا او بتنزل عن طريق ايه الويست اللي هي الفضلات يس تعاني شوف الكلمات عندي في الدرس بادي اللي هو الجسم سولت ملح انرجي طاقة هلثي صحي دايجيشن عملية الهضم نيتورينتس اللي هي ايه معناصر غيز غذائية غاستريك جوس اللي هو عصارة المعدة ويست اللي هي المخلفات او الفضلات يستعان شوف هنا بردو قاليكن جاكيشن او فيوربس اللي هي التصريفات الافعال دايجيست اللي هو يهضم الماضي منها دايجيست كومبليت اللي هو يكمل الماضي منها كومبليتد ريموف اللي هو يزيل او يطرد ريموفد تشو اللي هو يمضغ تشود تشينج اللي هو يغير الماضي منها تشينجد ميكس يخلط الماضي منها ميكس بوت بوت غو وينت ايت ايت تيك تك يس تعان شوف بعض التعبيرات المهمة عندي غو فروم تو او موف فروم تو اللي هو ينتقل من الى ريموف ويست اللي هو يطرد الفضلات تشو فود ويذ يمضغ الطعام باستخدام تشينجد انتو يتحول او يتغير الى سيمبلار فورم اللي هو ايه شكل ابسط جيت انرجي اللي هو يحصل على الطاقة ميكس ويذ اللي هو اه يختلط بي جو داوين اللي هو ينزل الى ارايف ان يصل الى طبعا دي بعض الاكسرسايزز بعض التمارين على الكلام اللي احنا لسا اه واخدينه تعال نشوف هنا بيقول لي اه نشوف الوظائف بتاعتنا بتاعت الاجهزة بتاعتنا في ال ال دايجيستيف سيستيم قال لي ذا ذي السوفيجيس اللي هو المري goes from the mouth to the stomach طبعا المري بي بي مر من من الفم ل المعيدة او يمتد من الفم للمعيدة when the food moves from the السوفيجيس to the stomach the gastric juice دايجيستيس it بيقول لي لما بينتقل الطعام من المري للمعيدة في العصارة الهضمية بتهدم الطعام food moves from the stomach طبعا الطعام بيتحرك من او ينتقل من المعيدة to the small intestine للامعاء الدقيقة to complete the digestion بي نكمل عملية الهض the large intestine is around the small intestine it takes water and salt from food for the body it removes waste بعد كده بتلتف الامعاء الغليزة حول الامعاء الدقيقة تمتص منها الماء والملح من الطعام للجسم وتزيل بعد كده بتشيل الفضلات أو بتعمل الفضلات the human digestive system الجهاز الهض من الإنسان قال when we eat we use our digestive system to digest what we eat we put food in our mouth we chew food with our teeth then the food goes down the esophagus it arrives in the stomach in the stomach the food mixes with the gastric juice the gastric juice changes the food into a simpler form to get energy and nutrients we need the energy and nutrients in our body هنا بيشرح لي عملية الهضم بتحصل ازاي نحنا بناكل الطعام عن طريق الفم بعد كده بتشو بنمضغه with our teeth باسنن بعد كده الطعام بينتقل للمريق من المريق للمعدة بعد كده عندي بتفرز المعدة اللي هو العصارة gastric juice بعد كده بتنتقل الطعام ل الأمعاء الدقيقة وبعد كده عندي من الأمعاء الدقيقة بعد كده طبعا بتولد الطاقة والعناصر الغذائية بتنتقل طبعا عن طريق الدم وبعد كده باجي الطعام اللي هي الفضلات بتوصل من الدرس من الدرس التاني جزء من الدرس التاني تكوينه بتكون من نوز نوز اللي هو الأمف بعد كده عندي لانجس اللي هي تو لانجس اللي هي الرئتين وعندي دايافرام دايافرام اللي هو الحجاب الحاجز عندي جي أولاد سايلنت ريس براتري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي هنا عندي كلمة بريذ اللي هو يتنفس نوز الأنف لانجس الرئتين دايافرام الحجاب الحاجز بومب اللي هو يضخ يس هنا عندي بيقولي كاربون داكسايد اللي هو غاس ساني بسيد الكاربون سموك دخان بالكوني اللي هي البلكونة أو الشرفة أكسجين اللي هو غاز الأكسجين air اللي هو الهواء بلد دم عندي irregular verbs وعندي irregular verbs أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة use الماضي منها used breathe breathe pull bold push pushed stay stayed exercise exercise move moved irregular verbs drink drank put put go wind give give هنا عندي بعض التعبيرات بيقولي move quickly from يتحرك بسرعة من take in oxygen لو استنشق الوكسجين give out carbon dioxide يخرج غاس ساني بسيد الكاربون in the center of the face في منتصف الوجه inside the body بداخل الجسم throw nose خلال الأنف throw nose breathe in breathe out عكسها breathe in اللي هو يتنفس breathe out اللي هو يخرج الزفير go up اللي هو يرتفع عكسها go down ينخفض pump blood around the body يدخ دم حول الجسم push air out يدفع الهوى للخارج pull air into يسحب الهوى للداخل stay away from يبقى بعيدا عن drink plenty of water يشرب الكثير من الماء يس جايب لي هنا the respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي يقول لي ايه اللي بيحصل بنتنفس ازاي طبعا ولاد عارفين في عملية التنفس ان احنا بناخد غاز الاكسجين غاز الاكسجين وبنطلع غاز carbon dioxide اللي هو غاز thane oxydic carbon we breathe through our nose احنا بنتنفس عن طريق الانف بعد كده ايه اللي بيحصل the diaphragm goes down بعد كده بينخفض الحجاب الحاجز اللي بيحصل تاني قال لي the diaphragm pulls the air into our lungs طبعا يسحب الحجاب الحاجز الهوى داخل الرئتين طب اللي بيحصل بعد كده قال لي when the air arrives in our lungs the oxygen goes into our blood لما احنا يوصل الهوى للرئتين يدخل الهوى الى الدم بتاعنا اللي بيحصل بعد كده the heart bumpes the blood around our body بعد كده بيدخل قلب الدم حول جسمنا the diaphragm the diaphragm moves up and pushes the air pushes the air out of our body بعد كده بيرتفع الحجاب الحاجز وبيتفع الهوى خارج الجسم اللي هو غاز سيني وكسيد الكربون our respiratory system الجهاز التنفسي بتاعنا قلي we use our respiratory system when we breathe we need oxygen in our bodies we breathe we breathe in air through our nose our diaphragm goes down it pulls air into our lungs in the lungs the oxygen from the air goes into our blood our heart pumps this blood around our body the diaphragm goes up it pushes air with carbon dioxide out of our lungs we breathe out احنا طبعا زي ما قولنا قبل كده عشان مطولتش عليكم الفيديو شرح بيشرح لي لعملية التنفس طبعا بناخد غاز الاكسجين وبنطلع غاز سانوكسيد الكربون طيب imperative اللي هي صيغة الامر بيقول لي to give orders and instructions عشان ندي اوامر وتعليمات اللي بيحصل بجيب مصدر الفعل يا ولاد وبعد كده الحاجة اللي انا عايزة اأمر بيها اشرب مية كتير مصدر الفعل يعني مصدر الفعل يمس يعني الفعل بدون اضافات يعني الفعل قبل التغيير ما فيوش اس ولا اي اس ولا اي جي ولا اي دي بيبقى شكله زي ما هو في بعض الافعال او بعض الحاجات اللي احنا نعملها قال لي how can we have a healthy respiratory system ازاي احنا بنخلي جهازنا التنفسي صحي exercise بنتدرب كويس drink plenty of water بنشرب مية كتير put green plant in your balcony حط نباتات في البلكونة بتاعت المنزل بتاعك او الشقة بتاعتكو stay away from smoke اجلس بعيدا عن الدخان غاد هنا اوكي يبقى كده الجهاز التنفسي اخدنا الجهاز الهضني والجهاز التنفسي يس بيقولي lesson 3 درس التالت read and repeat هنشوف الكلمات اللي في drink cola يشرب مياه غازية burger اللي هو البرجر eat candy يأكل الحلوة play football play basketball play video games يلعب كرة القدم يلعب كرة السلة بيلعب ألعاب الفيديو wheel chair اللي هو كرسي متحرك basketball team فريق كرة السلة scientist اللي هو العالم banana milk shake اللي هو لبن مخفوق بالموز و we some رائع sometimes أحيانا interesting ممتع بعض الأفعال منتظمة وغير منتظمة walk الماضي منها walked talk talked بالمناسبة هنا لما يكون آخر الفعل k وضف له ed بقول ed te 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 sound yes hurt يصيب أو يؤذي hurt on the week end في نهاية الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع make banana milkshake اللي هو يعد أو يصنع لبن مخفوق بالموز wheel chair basketball team فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة once a week مرة واحدة في الأسبوع walk home يعود للمنزل سيرا على الأقدام listen read and read role play استمع وإقرأ وتبادل الأدوار do you think you're healthy judy هل تعتقد أنت بصحة جيدة yes I do I do a lot of sport at school on the weekend I walk to my grandma's house with my family I really like walking because I can talk to my mom and dad we can see the different houses and shops I don't eat candy but I like fruit my favorite fruit fruits are bananas and water melon my mom makes an awesome banana milkshake yes do you think you are healthy Adam هل تعتقد أن أنت بصحة جيدة يا Adam قال yes I'm in a wheelchair basketball team at school we practice three times every week I drink cola but I want to drink more water I don't play video games because I am very busy I play basketball and I play football in the park do you think you are healthy Dereen yes I think I am healthy my mom and I go walking in the desert with my dad dad is a scientist and he likes looking at animals and plants we go with him every weekend it's very interesting but it's it's very hot sometimes I only drink water because I don't like cola I love burgers but I only eat one a week my mom makes yummy salads yes هنا بيوصف لي الحاجات طبعا الصحية اللي بيعملوها هنا بتتمشى طبعا وبتعمل رياضة جودي وبتشرب مية كتير وكمان بتعمل اي تاني ما بتكلش حلوة كتير وبتحب تاكل الفكهة زي الموز والبطيخ وبمميتها بتعمل لهم لبن مخفوق بالموز طيب وهنا عندي اه ادم هو ملتحق بال الكرسي بال طبعا فريق الكراسي المتحركة الباسكتبول لعبة كرة السلة وكمان هو بيحب يشرب ما بيشربش بيحب الكولة لكن ما بيشربهاش انا اشرب المية هو بيشرب المية الغازية ولكن المفروض يشرب مية كتير عشان طبعا صحية الكولة طبعا غير صحية دارين بتمشي هي وباباها في الصحرة وباباها طبعا عالم وهي بالرغم انها بتمشي هي وممتها وباباها في الصحرة في نهاية الاسبوع اه كمان الجو بيكون حر هي طبعا بتشرب المية اه وما بتحبش تشرب مية غازية طبعا لانها غير صحية بتحب البورجر وبتاكلوا مرة واحدة بس في الاسبوع خلاص وممتها بتعملهم اه انواع من الصلاطة اللذيذة يس انواع الصلاطة اللذيذة يس هنا عندي ياولاد اند وبت هنا عندي اند بستخدمها للربط بين جملتين اه ما فهمش تناقض ما فيش حاجة فيهم ايه اه فيها نط ياولاد اه لكن بت اللي هي لكن لازم جملة فيهم فيهم جملة بيكون فيها نافي بيقول لي اند قال لي اي ايت فيشتابلز اند اي اكسرسايز انا باكل فكهة وكمان بتدرب عندي بط اي واند بلاي فوتبول بط اي هيرت ماي لك انا بحب العب كرة القدم ولكن طبعا رجلي بتقلمني هنا بعض الاكسرسايزز على البط واند يس هنا عندي بعض الافعال بيرن حرق سكريب سكريب اللي هو الختش بانديد لصق طبي للجروح قفزات زي لان نبسها او قفزات التانية اللي هي بتاعت المطبخ نوز بليد او بتاعت الدكتور نوز بليد اللي هو نزيف بالانف سبرين اللي هو يلتوي او التواء سواء نون او فيرو بنش اللي هو الضغط جوينتس جوينتس مفاصل الجسم فرست ايد كت اللي هو صندوق الاسعفات الاولية اباق او ايس كيس من السلج هنا جايب لي الافعال منتظمة وغير منتظمة اسك اللي ماضي منها اسكت بريس اللي ماضي منها بريست كاف كافت اللي هو يكح سبرين يلتوي اللي هو سبريند hold held hit hit يضرب hold اللي هو يمسك fall يسقط او يقع الماضي منها fail redo يعيد فعل شي redid الماضي منها بعض التعبيرات قلي hit here on the back يضربها على الظهر with your hand open بيدك مفتوحة be a kind friend خليك صديق صدوق اعطوف او حنون fall over يسقط ارضا او يقع button يرتدي عبسها put off double f double f off o f yes هنا جايب لي بيقول لي في الدرس دا يا ولاد هنعمل ايه لو حصل معنا الحاجات دي جالي health problems مشاكل صحية your friend has a bear on his or hair hand لو صاحبك حصل له حرق في ايده هتعمل ايه جالي solution الحل hold the hand under cold water for 10 minutes دا هتحط اليد صاحبك دا في المية لمدة عشر دجايب طبعا مدة مية تكون ايه بردة your cousin can't breathe she is coughing لو انت مثلا بنت عمك او ابن عمك بيكوح ومش جادر ياخد نفسه هتعمل ايه جالي hit her on the back with your hand open اضربها على ظهرها وإيدك مفتوحة your brother sprained his foot طبعا حصل لاخوك التواء في القدم بتاعته هتعمل له ايه جالي ask them to sit down خلي يقعد put on gloves وهرتدي جوانتي wash the scrape with water and soap هعمل هنهونه هاخس الجرح ده بالمية والصابون put on a band-aid وهحط له ضماضة طبية the next day اليوم اللي بعده wash the scrape with soap and water بعد كده اليوم اللي بعده هاخس الجرح بالمية and water والصابون again مرة تاني redo the band-aid وحط له ضماضة برضو 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 لو حصل يولاد nose bleeding نزيف في الام someone has a nose bleed be kind of friend اول حاجة تعمل ask them to sit down يقعد مثلا هو بينزف ده يجلس put on gloves وهرتدي قفزات ممنوع يولاد انه واحد يلمس الدم لو شاف اي حد مسلا مصحاب وبينزل دم او كده ما يلمس الدم ده بيده بشكل مباشر لازم يرتدي gloves قفزات او الجوانتيم hold their nose هندغط على المنخير او انف ask them to breathe through their mouth وهطلب منه انه يتنفس من الفم بتاعه continue pinching هتستمر في الضغط the nose for 5 to 10 minutes لمدة 5 مسلا 10 دقاي yes listen for ترجمة نانسي قنقر موسيقى